السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشان نقدر نعيش حياة سعيدة والسلام ده ممكن الناس كتيرة جدا جدا تدفع حاجات كتيرة عشان تقدر تحصل عليه والسلام ده ليه علاقة بسلام كنا تكلمنا عنه في التلت التاني وهو تلت العيش مع الناس بالسلام اللي هو تلت الجنة اللي احنا النهاردة في تلت النجا من النار والعطق من النيران السلام اللي احنا نتكلم عنه النهاردة هو سلام مفيش حد ممكن يقول ان هو مش محتاجه هو سلام الامان سلام الامان هو انك تعيش في امان الله ولو تكلمنا عن الامان هنلاقي انه وقيمة وشعور كلنا نفسنا نعيش به لان ربنا خلق الانسان بيحتاج للامان على طول مش بيحتاج للامان في وقت دون وقت ولذلك تسمع حديث الرسول اللي هو سلام من بتأ آمنا في سربه بدأ بأول حاجة آمن في سربي عشان كده الانسان لما يعيش بالامان يقدر يعيش ويواصل حياته وينتج فيها ويعيش في حياته بشكل سليم لكن في بعض الاموم ممكن تعكر علينا وتعكر على الانسان ان هو يعيش بالامان زي ايه؟ زي بعض الافات الموجودة منها افة واضحة اوي 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 وهي افة التمسك بصورتي عن ذاتي التمسك بصورتي عن ذاتي بعض الناس متصوروا انه هو ملوش دعب الامان لكن التمسك بصورتي عن ذاتي في كتاب من الاحيين بتعمل لي تهديدات بتعمل لي مخاوف بتعمل لي مخاطر بتعمل لي حاجات تحديات مش موجودة بتعمل لي مجهول انا مش محطوط فيه بتعمل لي حالة من السوق هي مش موجودة وكل واحد فينا عنده تصور عن ذاته مش بالضرورة يكون على فكرة التصور ده صحيح بالعكس في أغلب الأحيان إذا كانت تصورات دي اتعاملت من شخص ما كانش حصل له تأهيل وما كانش حصل له تدريب إنه هو يتعرف على نفسه في الغالب التصور ده بيبقى تصوره مش صحيح لأننا للأسف مش بنفرق ما بين الجزء السابت اللي بيكون في هويتنا وبين وضعيتنا في الحياة يعني إيه وضعيتنا في الحياة؟ الحالة اللي احنا بنكون فيها في المواقف وفي الأحداث المختلفة والوضعية دي ممكن تختلف من حدث لحدث ومن موقف لموقف ومن شخص لشخص زي مثلا أنا وضعيتي مع زوجتي دي ووضعية الزوج غير ما وضعيتي مع بنتي دي وضعية الأب فالوضعيات دي بتختلف وبتختلف معها حاجات كتير جدا جدا سورتنا عن ذاتنا ممكن تعكر علينا إن احنا نقدر نفهم وضعياتنا بشكل صحيح ففي فرق واضح بين هويتنا وبين وضعيتنا في الحياة فهويته هي الأشياء الجوهرية اللي بتميزني عن أي شخص تاني زي اسمي وشكل وديانتي وقيمي ومعارفي ومهاراتي وخبراتي اللي اكتسبتها أما الوضعية فهي الأشياء العرضية اللي عندي يعني الاشياء اللي ممكن يتغير أو يتطور زي وظفتي زي مستوى المادي ومستوى الاجتماعي زي مثلا بعض الأشياء اللي بتكون بيني وبين زوجتي ممكن كمان بتتغير وكذلك بعض الأشياء اللي بيني وبين أصدقائنا وعشان كده احنا لازم نتعرف ازاي نتعامل مع وضعيتنا عشان ما يبقاش متصورين إن وضعيتنا دي هي اللي بترسم حياتنا لأن بعض الناس مع كونة متغيرة بيخلوها هي الهوية وتعملوهم مشاكل كتير وعشان كده ما حسوش بالأمان ازاي هنخرج بقى من هذه الآفة ده اللي عنعرفه ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومازلنا في الكلام عن سلام الأمان وبنتكلم في جزئية مهمة جدا صحيح ممكن تبقى صعب على الناس إن هي تبقى واضحة لهم بس للأسف هم إذا ما عرفوهاش هتأثر عليهم جدا الإنسان بياخد أوضاع كتيرة جدا جدا في الحياة اسمها الأوضاع الاجتماعية والأوضاع الحياتية الأوضاع الحياتية دي هو دلوقتي المفروض ياخد صورة إيه المفروض يعمل كأنه شكله إيه المفروض هو يقوم بدور إيه الأوضاع دي هي اللي بتفرد ده هو غير بقى هو إنسان عبقري إنسان طيب ده الجزء الحقيقي اللي فيه ده الجزء الثابت اللي فيه فالوضعية جزء صحيح من تعرفنا في المواقف لنفسنا بس هي مش إحنا مش هي الجزء الثابت فينا لأن جوانا جزء ثابت وجزء متغير يبقى إيه اللي حاصب فليه بتقول إن الشخص ده ما نضاكش لأنه تخرج من الجامعة ولسه بيتعامل على إنه لسه مراهق فهو مش حاسس بالوضعية الجديدة اللي هو فيها وإيه اللي بيخلي الست تنزعج لما تتجوز ويكون عليها مسؤوليات بيت وترتيب وشغل أو تولاد إيه اللي بيخليها تنزعج إن هي مش قادرة تتألف مع الوضعية الجديدة إن هي بقت زوجة مش بنوتة وكل ده من أشكال التمسك بسرطنا عن ذاتنا اللي هو التمسك بالوضعية مش من التمسك بالجزء الجوهري اللي فينا واللي هو مش تصور حقيقة عننا مين اللي بيخلينا نعمل كده نفسنا الأمرة بالسوق تلعب معنا بقى لعبة إيه؟ لعبة خبيثة لما بتقول لنا إن زواتنا بتتكون من الجزء الثابت بس وإن الوضعية ما ينفعش تعرفك ولا إنك إنت هتفقد ذاتك كده فيحصل لك حالة من حالية إن أنت تعكر حياتك بنفسك تكون قاعد كده في حالك كده وتحس بالغم وتحس بالهم ليه؟ إنت اللي عكرت حياتك ده اسمه التعكير الذاتي إن أنت تقلب مود بتاعك وتقلب تفكيرك إلى التفكير الأسود إلى التفكير بالشيء السلبي ومن الصور اللي بيبان بيها أو التعكير الذاتي ده التعكير الإداري اللي هو إيه التعكير الإداري إن أنت تقول لنفسك أنا شخص مبدع أنا شخص فنان أنا شخص مبتاكر فما ينفعش يبقى له مدير متصلت علي ومش فاهم يعني إيه شخص مبدع يعني كثير من الناس بيحصل لها كده ومن ألعيب النفس عشان تخليك تتمسك بسرعة مزيفة عن ذاتك التعكير أول حاجة التعكير نفسك تقولك إنك إيه اللي حاصل إن فيه تعارض ما بين الوضعية اللي أنت فيها دي وبين حقيقتك أنت مش مرتاح لأن ده مش مناسب ديك فتعكر عليك حياتك فمثلا ترفض للوضعيتك كزوج فما تنطعش تعيد نظر في التعامل مع علاقتك النسائية اللي كانت قبل الجواز وتدخل الجواز بالأنتيمة بتاعتك وده غلط وخطر لأن في الآخر خالص ما ينفعش إن أنت تعيش ده في وضعية الزوج الزوجة محتاجة إنها تحس إن زوجها هو رجل عفيف خالص لها هي الحاجة التانية اللي ممكن كمان تخلينا تعكر علينا وتفسد علينا شعورنا بسلام الأمان التشتيت وإن ده ولا ده مشكلة التشتيت إنه هو بيخليك تتوقف عن الجودة في العمل فتترك العمل ليه؟ اللي أنت بتشاطر فيه عشان مش قادر تتعامل مع وضعيتك مش قادر تعمل حاجة بشكل صحيح مش قادر تتعامل كما رؤوس الحاجة التالتة كمان الخصم نفسك تحسسك إن في حاجة هتخصم منك أو حاجة هتعمل إيه؟ هتسبب لك حالة مش مريحة زي مثلاً لو فسخت خطوبة أو فقدت صديق لكن الصحيح إن الوضعية دي ممكن تيجي بإضافة ليك إنك تتخلص من صديقك كان بيستهلكك أو تتخلص من خطوبة كانت ممكن في المستقبل تحسبب لك خصم في حياتك الحاجة الرابعة الخطر إحسسك بالخطر النفس تحسسك إنك لو مشيت مع الوضعية اللي أنت فيها لو استجابت إن أنت عندك حق بقيت خلاص زوجة ومضطرية تتعامل ده هتفقدي أنستك وهتفقدي أن أنت بقيت أنثى مرغوب فيها وخلاص كده يعني خلاص حياتي كأنثى انتهت وبقيت أم الأولاد وهتبقى وعبقى في خطر كده لو أنا اكتسبت ده زي الأم مثلا في بعض الأحيين لما تحصل أنا لو صاحبتي ابني ابني المراهقة كده أفقد السيطرة عليه ويبتدي يتعامل معايا ويفسد حياته وأنا كنت لما كنت مسيطرة عليه كنت قادر أخليه يعمل الشيء الصحيح خمس حاجة الغموض النفسك أنت تحسسك أن الوضعية دي غامضة ومش مفهومة فمثلا الشغل يقولولك مثلا نحن نطور في الشغل ونستخدم التكنولوجيا فنفسك تخليك ما تفهمش فتقولك لا يعني خلاص أنا ما بقليش لازمة وهيستغنوا عني وهنا مشاعرك سيطرت عليك فخليتك تخاف من التغيير وتبقى أحد عوامل مقاومة التغيير ويبقى وضعيتك بدل ما أنت مستجيب لوضعيتك وتفرح بالتغيير اللي هيخليك يضيف لك معرفة لا أنا رافض ده وعشان كده ما تفهمش ايه ايه التكنولوجيا دي هتفيدلك على المستوى الشخصي هتفيد للمستوى الشغل قد ايه ومن الصور اللي النساء بيتمسك فيه بصورتنا فيه عن نفسنا أننا نقول مثلا أنا ما أرجعش في كلمتي أنا الكلمة اللي أقولها سيف على رقابتي بس حضرت النبي ما كانتش يعمل كده حضرت النبي علمنا حاجة مهمة قوي بيابي أنت وأمي يا رسول الله أنه ما فيش حرج علينا لو رجعنا في كلامنا لو ثبت أن الخير في شيء تاني غير كلامنا ما نرجع لكن احنا بنخاف على رسولتنا في عيون الناس تتغير أن احنا كلامنا أن احنا ما نفكرش في كلامنا من منقوله وأن احنا كلمتنا مش كلمة ليحترامها بس حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقسم شوف التوسيق كان إذا أقسم على شيء وجد الخير في غيره ماذا؟ كفر عن يمينه وفعل الخير وعشان كده بنلاقي كتير مننا ومش فيمين ده بيحفظ نفسه بصورته عن نفسه ويتمسك بفكرة ديئة وفكرة سيئة أنه عنده نقص بسبب الحاجات اللي اتحرم منها في الطفولة زي مثلا موجود الأب الداعم ويفضل يسعى وراء أنه هو يعود دعم الأب ده عشان شايف أن صورته عن نفسه لازم تبقى كاملة زي صورة الناس اللي حواليه أنا مش أقل من غيري ومساعد كتير جدا 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 يطلع ده في مشكلات كتير جدا جدا بينه وبين زوجته وبينه وبين أولاده وممكن أتمسك بصورته عن نفسه كمان أني عايش في مستوى معين مستوى اكتماعي مثلا ما ينفعش أقل منه وإلا هيبقى اتخصم من شخصيتي فأفضل عايش متكدر ومش راضي عن النعمة اللي أنا فيها وأجري وأتصارع عشان أوصل للمستوى اللي أنا عايزه ومفقدش شوية الحاجات اللي بستهلكها لأنها بالنسبة لي بتمثل حاجات مستهلكات شامبوهات على برندات على شوية حاجات ولا تساوي في حياة الناس ومع ذلك أتمسك بيها عشان أنا شايف أندي صورتي فما حسش بالسلام تخير شوفوا احنا مش حاسين بسلام الأمان ليه؟ وذلك من أسوأ أشكال التمسك بصورتي عن ذاتي هو التمسك بتطبيق الصح والغلط من وجهة النظري أنا بس فبقى أنا المعيار في كل شيء في القيم والأصول والعيب كل حاجة أنا المعيار فيها علشان أنا شخص بسعى للكمال فأكيد بعمل كل حاجة صح مانا بزلت موجود يبقى كل اللي أنا بعمله صح والأسف ده بيخلينا في شكل واضح ما نتعلمش الحاجات الجديدة ولذلك أسوأ حاجة في الشخص السعى اللي كمان اللي بيسموه برفكشانيست أسوأ حاجة أنه بيبقى قليل التعلم لأنه فاهم كل حاجة وكمان مش فاهم كل حاجة وكمان بيكسر خواطر الناس من غير ما يدرأ لأنه هو بيعرف اللي جوه الناس فبيحمي نفسه حتى لو عور الناس فالأسف ده الشخص ده عشان صورته لذاته بيخالف كلام حضرت النبي لا يؤمنوا أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه فيبقى مش شايف التاني هو شايف نفسه بس هو شايف لنهو أعمل عليه فمن حقه أنه يستوفي من الناس بأي طريقة حتى لو شد حقه من قلوب الناس فقلوب الناس اتخلعت أو اتمزقت فالحياة مش شكل من الأشكال الألية يا ناس أنت في الحياة بتتعامل مع متغيرات والمتغيرات دي جيالك بدروس وتعليم من رب العزة ربنا بيلون عليك المتغيرات دي والأوضاع المختلفة عشان تبقى حياتك مليئة بالعبادة ومليئة بالنعمة ومليئة بالأمان كل ده لازم تفهمه فلازم تبقى مرن وتتعلم وتتغير للأحسن وبتترك التمسك بصورتك عن ذاتك عشان تقدر توصل أني ده عبادة فياجي بقى في رمضان مثلا أمسك المصحف أقرأ بصورة شديدة تخليني مش فاهم أني أنا بقرأه عشان أنا عندي هدف أني أنا أختم المصحف عدد من المرات أفضل شايف نفسي الشخص المكتهد في العبادة وأنا إيه اللي حاصل أنا بحرق بحرق بس لكن الأصل في العبادة هي مش هي الصورة إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسمكم ولكن ينظر إلى قلوبكم لكن ترجع من العبادة بتصور جديد فترجع إن أنت حاسس إن أنت صورتك عند ربنا سبحانه وتعالى في أحسن صورة والصورة دي هو اللي ركبها فترجع عبد وتحس إن أنت ترجع وكأنك اتولدت من جديد ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة أنا يكفيكم أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشات والبعيد وتعودون برسول الله إلى رحالكم أيوة نرجع بأخلاق رسول الله ونرجع بحنان رسول الله ونرجع بحبابة رسول الله أنا ما شفتش حد بيتمسك بصورته عن ذاته إلا وهو خايف خايف يشوف الحقيقة فيعرف إنه هو محتاج يتزكى ويتخلص من مساوء نفسه الأمارة بالسوق وحاسس إنه لو تغير يتخصن من ذاته وعلشان كده إحنا ما نحتاجين نعيش بسلام الأمان فنعرف إنه ما فيش شيء ممكن يروح منك وتفقده وإنت عايش في أمان الله فهو سبحانه وتعالى هو القدر على كل شيء أليس الله بكاف عبده طب ونعمل إيه بقى وتتخلص ساعتها من جميع الأسقام ومن كميع الوجع نعمل إيه بقى عشان نخد تجربة سلام الأمان أول حاجة حاول تتعلم شيء جديد كل أسبوع وتتمرن عليه طول الأسبوع عشان تتخلص من أسرك لصورتك عن ذاتك تاني حاجة اتعود تكتب الحاجات الجديدة اللي بتسمعها في دوائر معارفك سواء في بيتك أو وسط أهلك وسط أولادك وسط زوجتك في الشغل عشان تتعلمها وتطور من نفسك وميبقاش عندك خوف من التخلى عن صورتك عن ذاتك وسورتك في عيون الناس ممكن على فكرة تلبس ألوان جديدة تأكل أكل جديد تعمل حيات جديدة أنت مش بتعود عليها عشان ما تبقاش أسير رسولتك لذاته كل يوم الصبح كمان لو قدرت تقول الدعاء ده الدعاء سلام العيش في أمان الله دواتي يخليك تعود إلى الله سبحانه وتعالى وانت هادئ فقول يا سلام عبدك المستور برطفك يرجوك أن تجعله في محل نظرك فتخرجني من صورتي عن ذاتي بحنانك وعطفك وتشرح صدري وترح بالي بواسع فضك واغسل قلبي بفيضات وصلك واجعل حجابا من نورك يحول بيني وبين نفسي بأستار من عظيم مددك فأدخل في كهف أمانك وأذوب في شهد قربك ووداتك اللهم إنا نسألك أن تجعلنا في أمانك ولا تجعلنا نخاف بما صنعناه بأيدينا واجعلنا بعينك يا مولانا واصنعنا صناعة ترضاها وتحبها لا خوف فيها ولا واجع ولا مخاطر ولا خوف من أن نتغير على مرادك يا رب العالمين اجعلنا يا ربنا بك أمينين على كل وضع وفي كل حين يا رب العالمين يا سيد احكونا احكونا عن تجربتكم وعتعملوا إيه لما تعيشوا بسلام الأمان وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لنا الخير لنا ولكم ونعيش دايما في أمان الله سبحانه وتعالى بعد الفاصل نتلقى أسئلتكم المباركة ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجال الحضراتكم وعنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة وكمان بننتظر أن انتو تقولونا وتشاركونا تجربكم في العيش بسلام الأمان لأن دي تجربة جميلة ولو عشنا كلنا مع بعضها هنتحول إلى ناس يرجونا الله سبحانه وتعالى ويدوقونا الحلوة وده من أعظم الأشياء اللي ممكن يكون فيها وتعاونوا على البر واتقوا وتعالوا نبتدي مع حضراتكم ونتلقى أول سؤال من أستاذة نعمة من الإسكندرية أستاذة نعمة السلام عليكم يا دكتور عمر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل سنة وحضرتك طيب وحضرتك طيبة يا فندي طيب حضرتك بقى شي أنا بصلي أنا مسكندرية فبس مع العيشة عندنا الأداء بصلي الأربع ركات العيشة وبعدين بجيب قناة اسكندرية على التلفزيون بصلي معهم الترويح بس هما بينقلوا من مسجد حاليا بينقلوا من السيدة الزينة طيب يبقى كده صحيحة ولا لازم حسب المحافظة بتاعتي حاضر أنا أجاوب على حضرتك يا أستاذ نعمة شكرا دكتور ده ملوش دعوة خالص بالمكان اللي أنت فيه إن دي محافظة وفرق التقويت يعني مسألة الصلاة القيامة لأيش دعوة خالص بمسألة التوقيت لها مسألة بمسألة عندنا في الفقه اسمها مسألة هل يجوز أن أقتدي بما لا اتصال لي به يعني ينفع أننا صلي ولا حد أنا مش قادرة تواصل معاه يعني نفترض عدرب لك مثال نفترض أن التلفزيون لمس فالفيشة بتاعتي التلفزيون بازل أنت تعرف بيصلي إزاي فطبعا ما ينفعش الكلام ده فلذلك الصحيح اللي عليه اللي هو اللي ده على عمل المذاب الأربعة أن الصلاة خلف التلفزيون أو خلف المزيع يعني خلف الإزاعة ما ينفعش لأن ده ما ينفعش لأنه ما فيش اتصال للصفوف وانت مش شايفة بعض فيه شيخ أحمد بن صديق القماري الوحيد اللي كان بيتكلم فيه هل ده يجوز ولا ما يجوز وهو رأى أن ده يجوز ده بس هو في الحقيقة الفتوى على أنه لا يجوز الصلاة خلف المزيع ولا خلف التلفزيون لأنه ده مش ممكن أتمم متابعة الإمام ولا متابعة حتى الصفوف وخاصة مع الطوارئ اللي أنا بقول لحضرتك عليها أنه ممكن تنفصل بيني وبينه فكرة الاقتداء إذا حصل أي عطل في الجهاز اللي أنا بتواصل وباقتضي به من خلاله ولذلك لا يجوز أن أنا أعمل كده يعني إيه؟ أصل الترويح مع نفسي طب أنت بتقوليه طب وسواب الجماعة محاضرة النبي صلى الله عليه وسلم محللنا المسألة دي؟ لما قال صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدي هذا فإن شاء الله لو بتكلمي على الثواب ثواب الله واسع وفضل الله واسع وربنا كريم أمر الثاني من قال أن أنت مش ممكن تصلي جماعة جيبي بنتك أو جيبي أو خلي أولادك وصلي مع أولادك جماعة سواء يصلي بيكي ابنك أو تصلي أنت ببنتك كلاهم تبقى صلاة جماعة وإن شاء الله ربنا يتقبل منك حجة نعمة الأستاذ عزة أستاذ عزة تتفضل أيها السلام عليكم وعليكم السلام ونحط له بركاته أستاذ عزة تفضلي أهلا بحضرتك أنا بس عندي طلب من حضرتك أن أنا نفسي طيب ممكن دا نعلّي صوتنا بس يا أستاذ عزة أيها أنا بس عندي طلب لحضرتك من حضرتك يعني أنا نفسي حضرتك تتبع البرنامج كله في كتب سلسلة كتب يعني اسمها ولا تعثره حاضر لأن ده يعتبر يعني البرنامج بتاع حضرتك ربنا يجازيك كل خير هو عبارة عن أسلوب حياة وعي التطبيق شكرا فنفسي يعني أتمنى جدا أن حضرتك تبقى أوقعت حضرتك أن أنا أعمل كده حاطر طيب أشكرك جدا الله يبارك في حضرتك ما فيش سؤال عن حضرتك لا شكرا شكرا أستاذ عزة الله يبارك في حضرتك يا رب أستاذ السلوة تتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بركاته وإزاي حضرتك يا فضلت الشيخ وإزاي حضرتك يا فن بتفضلي بقول لها حضرتك عايزة الصفتر بس ليه أخت واخد مني حاجات واخد مني فلوس مش عايزة تكبها وبتنكر إنها ما خدتش مني حاجة ولا ليه حاجة عندها رغم إنها راحت العمر وحطت إيديها على كعبة الكعبة إزاي حب تعيش وبتنام وهي بتجدب وكبيرة في السن واحد ستين سنة وكبيرة في السن طب أسألك سؤال يا حاجة عز نعم يا حاجة سلوة نعم هل هي بتنسى دلوقتي؟ لا 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 مش بتنسى دي أصغر مني بكتي أنا عندي سبعة وستين سنة دي ملاش دعوة طب السؤال التاني خلينا طب نروح للسؤال التاني نعم هل أنت فعلا أنت لما إديتيها الحاجات دي ولما كنت شرطت عليها أن هي تردها؟ مش شرطت هي أنت عارف حضرتك دي أختي طيب أتي كذا طب كذا وأنا شايل عندها على داب وحاجة تانية نسيت يا حاجة سلوة لا يا فندم لا ما نسيتش نبتنكر بتعنيدني أنا علشان أنا مريضة وكل ما تعنيدني ضغط بيها لورقل آه إحنا كده إحنا كده روحنا في حتة تانية إن هي بتعمل كده عشان تأذيكي وتمردك أيوة أيوة عشان يحصل لي أي حاجة وخلاص تروح علي الحاجة دي طيب السؤال ده سؤال سأجة تهيه عند ربنا حاضر حاضر أقول لحضرتك يا أستاذ سلوة أستاذ سلوة بس أنا عايز أقول لحضرتك حاجة في بعض الأحيان لما بنكون مريم بظرف معين يعني ظرف مثلا إن إحنا إحنا حاسين بوحدة ومحدش معانا وكنا منتظرين إن أهلنا أو ناسنا أو حبيبنا يقفوا جنبنا فهم ما يقفوش جنبنا ويخزلونا فإحنا في بعض الأحيان بيبقى في حاجات بنتصورها أنا مش بقول إن ده اللي أنت حديك بتقوليه خيال لكن ممكن تكون أنت قعدت قراءة أو قراءة الحاجات اللي بينك وبين أختك بشكل معين لو ما كانش ده حقيقي فده ظلم والظلم ظلمات يوم القيام الظلم نار في الدنيا وجحيم في الآخرة ولذلك أي واحد بيظلم حد لازم يخرج من ظلمه ده ولذلك التوبة من الظلم لابد عشان واحد يتوب من الظلم لازم يخرج من مظلمتي يعني إيه يرد حقوق الناس إلى أصحابها بس أنا برضو ما قد مسر عليك يا أستاذ سلوة إن إحنا بس نتأكد إن إحنا ده مش أثر إن إحنا كنا منتظرين إن أختك تتعامل معاك بطريقة معينة وهي ما قمتش بده فأنت شايفة إن هي كمان خدت منك وظلمتك فأنا شايف بس إن إحنا محتاجين يا أستاذ سلوة نراجع شعورنا بالمظلومية شوي ده اللي أنا عايز أقول بس إن لحد يأخذ حاجة حاجة فدي قطعة من النار حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو الناس حتى بمرتفعين للقاضي فرسول الله عليه وسلم يقول لعل أحدكم ألحن بحجتي من أخيه فأقضي له بحق أخيه فقد قطعت له قطعة من النار فليأخذها وليأدعها يبقى اللي هيأخذ حق أخوه هيأخذ قطعة من النار فأنا بقول لي أختك كده لو كانت هي فعلا ده حالها لكن أنا كمان الكلام بتاع حضرتك ما يخلنيش أقدر أفوت إن أنا أنصح حضرتك بأنك تخلي شوية بالك من فكرة المظلومية نعم أستاذ عبدالله يتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ عبدالله الله يخلق ذلك دكتور عمر فاضل ونعم الحمد لله الله يبارك في حضرتك وفي أولادك بكير دايما يا رب الله يرضى عنك وبارك فيك اللهم يميل عاجت الحضرتك بالنسبة لقانون الخلع ما له وما عليه ده ينفع برنامج ده ده ينفع برنامج مستقل ده بس ده أنت حضرتك برنامج فعلا مستقل طيب بس بس الكلام اللي حضرتك بتقوله ده اتعمل على فكرة يعني فكرة أن قانون الخلع ما له وما له عليه أنا حضرت أثناء إعداد قانون الخلع قانون الخلع ده أخذ نقاشات ضخمة جدا 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 من كافة المستويات المستويات الشرعية والمستويات القضائية والمستويات الاجتماعية والمستويات النفسية وعشان كده أنا أقول لك مثلا ملاحظة إحنا شفناها مثلا بسبب قانون الخلع تلات تربع القضايا اللي كانت مرفوعة للطلق للضرر والستة ما بتقدرش تثبت الضرر فيها تحولت إلى الخلع وأنا بقول لك النسبة دي كده طب ليه ستات كتير لكن بتتضرب وبتتبهدل وبتاخد فلوسها وجوزة مضمن وهي مش قادرة تثبت الضرر اللي وقع عليها لأسباب كتير فإن اللي حاصل فراحت الخلع هل أنا كده بقول لك إن قانون الخلع ده هو الحاجة اللي بتحل المشاكل الستات كلها أو بتحل المشاكل الجواز كلها ما بقول لش كده بس أنا عايز بس عشان أنت سألتني عن ما له وما علي لكن أنا بكلمك عن وصف الحال اللي حصل يعني أنا دلوقتي مش بتكلم على ما له وما علي لكن أنا بوصف لك الوظيفة الذي يقوم بها قانون الخلع الآن لأن بلا شك أقول لك حاجة أنا مرة كنت في لاجنة من لجان اللي كانت مسؤولة عن بعض الأمور التي تتعلق بملف الطلاق حد كريم اتصل بي وقال لي أنا وراي عشرين مليون رجل عشان مسائل الرؤية وفي الناحية التانية الستات آه تتقوا الله الناس بلا شك إن الناس عندها مصالح وبيقع عليها أضرار من بعض الأشياء لكن ده مش معناه إن احنا نسيب المفسدة الكبيرة من غير ما تتحل وعشان كده أنا بقول لحضرتك لاي حاجة ممكن يكون فيها متضررين هيكون فيها متضررين ليه؟ وزيك احنا بنطب بالناس إنهم ما يكونوا أمناء ما يحاولوش المسألة إلى قضية والناس كلها تضج والألم والوجع يوجع الناس وبعدين لما يتدخل المسؤولين عن المجتمع والمسؤولين عن أمن المجتمع بحل المشكلة ييجي بقى الناس اللي يعيني كانوا مفروض يقولوا الناس يا جماعة بلاش كده يا جماعة اهدو بلاش يا ست يخلي جوزك يشوف ابنك ويا راجل خلي ما تخطفش الولد من الست كانوا لازم يقولوا كده عشان لما اعتصدر القوانين اعتصدر القوانين عشان بارتكاب بماذا؟ بتحقيق أعظم مصلحتين وتجنب أعظم مفسدتين فده اللي بيحصل لكن في ناس بتتوجع وتتألم طبعا بس قال ده معنى كده ان احنا ما ننفس ده لا وعشان كده رسول الله سلم انا لسه اذكر حديثك الرسول لا بيحذر البنى آدم بيقوله على فكرة مش بالقوانين بس سيادة القانون هي اهم مكون من مكونات الامان المجتمع لكن الاخلاق كمان داعم لسيادة القانون فالناس لازم يكون عندها اخلاق الست ما تجيش تخلي مثلا الخلع سيف مسلط على رقبة الرجل ليس من الدين ده بس الراجل كمان ما يجيش هو يقضي ضررة ويقوله شوف قللت الديانة راح تختلع بدون سبب بلاش كده بلاش الطريقة دي فاحنا بنطعو الناس للاعتدال وانها تتقل ليس معانا تعالى في المسألة وربنا ان شاء الله يجعل ان شاء الله الخير والصلاح في هذه الايام المباركات ادعو جميعا ربنا سبحانه وتعالى يصلح ذات البين لان في الحقيقة احنا وضعنا الوضع في مسألة العسرة وضع حرج ما بحبش استخدم كم بس هو وضع حرج فعلا محتاج لكل واحد فينا النواة ينتبه وزي ما يقوله كده يحطه عقل في راسه نعم السيدة المحمد تتفضل السيدة المحمد طيب السيدة المحمد لو هي مش معانا دلوقتي ممكن تحاول تكلمنا تاني السيدة المحمد السيدة سمر تتفضر السلام عليكم وعليكم السلام ورح تلو بركاته السيدة سمر سمعاني طيب السيدة سمر يبدو ان حضرك محتاجة بس لتوطي التلفزيون وتسمعيني من التلفزيون لو تكرمتي انا سمع حضرتك يا خندم يالا تفضلي طيب تفضلي اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك كونة كنت بسأل عن موضوع عندي اخت صغيرة عندها 20 سنة نعم بس هي يعني مش اختي من بابا وماما بس هو مكتوبة على اسمهم اه يعني اوما كانوا كفلنها كانوا كفلنها وللأسف عملوا شهادة ونسبوها اليه بس هو بابا كان بتوفي لما انا عملت الشهادة معلش واحدة واحدة دلوقتي هي البيض بيقت عندنا من هي تفلة صغيرة لكيطة انا عارف فخلاص بس عشان ترتاحي انا عضو في اللجنة العليا للأسر البديلة تمام فانعارف القصة دي القصة اللي حضرتك قابليها دي اللي هي اسمات النسب بتقابلنا كتير فانت دولاتي بتقولي ان مين اللي عمل اسمات النسب مين اللي عمل اسمات النسب ده حضرتك ولا والدك لا انا ومالدي كان متوفي يعني انت نسبت البنت دي لأ والدك والدتك يعني روحت المحكمة قلت البنت دي اختي اه ماما كتعيشة وكتبته هي عندها سبع سنين السؤال السؤال ان البنت دي جاي لها عريص دلوقتي طيب وبعدين انا خايفة اختراط الأنساب لان انا سألت في السعودية قالوا ان ده حرام شرعان فين السؤال والجوازة باطر اسألين السؤال 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 ان البنت جاي لها عريص هو ما فول ان انا اجوزها بنفس الاسم بتاع بابايا ولا لازم اشيلها من على الاسم بابايا وبعدين ابدأ او اقولي العريص بتاعها او ان انا امشي ازاي اعمل اجراءات ازاي طيب احنا عندنا دلوقتي تلت حاجات اه تلت قواعد اساسية عندنا لازم تحكمنا اول حاجة اه ان الكتب حرام تمام فالتزوير كبيرة تمام هتهدي معايا لان التلت قواعد دولهم مؤمن جدا تمام يبقى الكتب حرام والتزوير كبير طيب حاجة التانية ان الاصل في التعامل مع عراض الناس الستر تمام وجزء من الستر عدم تعريض الناس الناس للوصمات واحنا عندنا لازم نعترف احنا ما بنخبش حاجة متعودين في البرنامج عندنا هنا وخاصة في الحلقات بتاعتنا عندنا حلقات بنتكلم فيها عن الوصمات واحنا هنتكلم كتير في الفترة الجاية عن عالج الوصمات الموجودة عندنا في وصمة احنا في اللجنة سمينا وخلاص بقى في القانون ده اسمه كريم النسب لكن احنا ما زال حتى الان بيقوله على الشخص مجول النسب وعادي جدا جدا واحد يقوله يا ابن الزين فدوة يعني ودوة والعزب الله حاجة من اسوأ انواع السب اللي موجودة انه على طفل ونحنا نعمل فيه كده يبقى اول حاجة الكذب حرام تاني حاجة الاصل الست تالت حاجة اننا يجوز ان نفعل من الاجراءات ما به لا نتضرر يعني ايه عندنا احنا افتنا بان يجوز اعطاء اما الاسم الاول للشخص اللي هو المكفول يجوز اعطاء الاسم الاول او الاسم الاخير اللي هو اسم العيلة فيجوز ان احنا نعمل كده تدي لهذه البنت اذا كانت ايه عارفة انا مش عارفة او مش عارفة مش عارفة استاذ سمر لسه معايا ولا اذا ما كانش عارفة هي عارفة انها مش بنت والدي هي ما تعرفش يا فندم هي اصلا بنت ما تعرفش ان الشهادة مزورة ما تعرفش اي حاجة البنت عارفة ان انا اختها واني مات ودول بابا وماما لا يبقى حضرتك هتعملي لازم تجينا دلوقتي في لجنة الاسر البديلة لان احنا عندنا تأهيل للشخص عشان ما يتعرضش للصدمة المعرفة لان صدمة المعرفة دي ممكن توصله الى حاجات اسوأ بكتير لكن اكيد هو مش هيفضل يستمر على ده الا في احوال احنا ما ازونش الحالة دي هي الحالة اللي عندنا فاحنا بنعمله تأهيل لما نيجي نقوله فلابد ان الحالك تتواصل معنا عشان نشوف ندرس الحالة وايه التأهيل اللي ممكن يحصل عشان نقول له انا قلت الحالكة 3 اصول دولا وال3 اصول دولا هما التلات اصول المتابعين في المسألة دي هنعمل ايه في الشهادة اكيد مش هستمر في الشهادة لان الشهادة دي بمقتضى هذه الشهادة هذه البنت سترس والدك وهذه البنت يمكن ان ترس ام حضرتك وهذه البنت بشكل او باخر ممكن ترس حضرتك كمان فودوت قد يكون فيه تضرير بالورسة الأصليين فاحنا لابد ان احنا نكون معتبرين أما مسألة بقى ان احنا لازم نبنى عن الكلام ده عشان اختلاط الأنسبة ولا ده اسمه كذب ده اسمه كذب بشكل واضح كذب وتزوير ولابد ان احنا نتعامل معاه فكل الكلام ده ازاي نتعامل معاه لازم تجينا عشان نتكلم كلام الخبرة ازاي حد في السن ده ممكن نتعامل معاه في المسألة دي استاذ ادم يتفضل انتزوج عليكم وعليكم استاذ ادم راح اطلب بركاته انتفضل عليك عندي سؤالين السؤال الاول انا عندي خمسين سنة ولم اتزوج حتى الان وتعرفت على انا 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 اسألك سؤال كده بالمزاح يعني اتفضل يا فاند وهل كونت نفسك اه استاذ ادم ولا لسه اللهم لك الحمد والشكر كل شيء كل شيء موجود يلا عندك حد عايز تتجاوزه الفريق السن كام الفريق السن بسيط اكبر مني بتلات سنين مش دي مشكلة مشكلة ان هي مسيحية ولاية مصرية وحبت انت تصل الاسلام كمان كويس سواء اسلامت او ما اسلامتش يجوز ان انت تتجاوزها هي لو اسلامت في اجراءات لطيفة جدا جدا وسهلة جدا 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 ان هي تتعامل لاتروح المشيخة واتشار اسلامه وخلاص عشان انت بعد كده بعد كده نتجاوز الجواز العادي بالوثائق العادية بعيدا عن الجواز المدن يعني اوه في الاول في الاول بزة بمشيخة خالص هي لو عايزة هي لو عايزة تسلم تقول اشهده ان لا الى الا ان سيدنا محمد رسول الله الان يعني مش بتا تمام تمام هي دلوقتي خارج مصر ولا ادي مصر ولا خارج مصر لا موجودة يفعند في مصر ومكيمة في مصر طيب يلا تؤكلوا على الله وربنا سبحانه وتعالى يكتب لكم الخير ويفتح حديكم ويسر لكم اموركم يا رب بارك الله فيك السؤال الثاني من فضلك اتفضل اه لو في وديعة في البنك مثلا بمليون جنيه وصاحبها ما بيشتغلش هل دي يطلع عليها زكاة المال او لا الوديعة دي لو هما بيشتغلش هيطلع عشرة في المية من الريع كل ما يجيله الريع في كل شارع او كل ست اشعر او كل ست اشعر يطلع عشرة الريع اللي جايدة يعني واحد في المية على قلد حريبك او بغاية لا عشرة في المية من الريع مش من المبلغ ومش من دراس من الفايدة اللي بتطلع يعني من الفايدة بتطلع عشرة في المية من الناس ما انا ما اسمعاش فايدة اسمعها ريع من الريع اللي بتطلع عشرة في المية بالضبط احسن بارك الله فيك ربنا يبارك فيك يا استاذ اده متشكر فيك جدا شكرا يا سادة يا سادة احنا شكرا يا استاذ ادم ربنا يبارك فيك ويسر لك امورك يا رب يا سادة احنا النهاردة اتكلمنا عن سلام من اهم انواع السلام اللي احنا نفسنا كل واحد فينا محتاج لهذا النوع من انواع السلام اللي احنا نعيش فيه ونعيش فيه بحق وإحنا لما اتكلمنا عن سلام التأمين هناك كنا إزاي نأمن الناس لكن هنا بقى جينا بقى للحاجة النعمة الكبيرة اللي تبقاه لو حصل للإنسان يا سلام نعمة ما بعدها نعمة إنه يعيش في سلام الأمان ويا سلام لو تعودنا إن احنا كل صباح ومساء ندخل في أمان الله وتعالوا نرفع إيدينا وندعو الله سبحانه وتعالى ونقول يا سلام عبدك المستور بلطفك يرجوك أن تجعله في محل نظرك فتخرجني من صورتي عن ذاتي بحنانك وعطفك وتشرح صدري وترح بالي بواسع فضك واغسل قلبي بفيضات وصلك واجعل حجابا من نورك يحول بيني وبين نفسي بأستار من عظيم مدينك فأدخل في كافي أمنك وأذوب في شهد قربك وودك وحنانك وعطفك اللهم إني أسألك وأنت السلام أنت جعلني في أمانك يا سلام يا رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أيشزة للمشاهدة moms ويصابة痾ة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة